جنا نتأمل أنه بعد انتهاء هذه الفترة الكبيرة فترة سبعة أشهر على انتهاء الانتخابات والحوارات التي جرت بين هذه الكتل السياسية وكل المفاهيم التي طرحت سواء من التحالف الثلاثي أو حتى من الإطار التنسيق يعني الكل أخذ وقته والكل استخدم كل أوراقه والكل يعني جرب كل خططه مثل ما يعبرون عنها و جنا نتأمل تكون عندنا حكومة منسجمة مستقرة تلبي طموح الشعب العراقي وأصل الانتخابات التي جرتها لوجود مشاكل وتقصير مع الشعب العراقي فبالتالي ونتيجة فعل الانتخابات تكون عندنا حكومة مغاية عن الحكومة السابقة لكن للأسف الشديد العناد وفرض الإرادات والتعكس على مفاهيم لم تكن هي واقع حال وعجز التحالف الثلاثي من تبرين مفهومة الأغلبية الوطنية وزيادة المشهد السياسي من تعقيدات سياسية وانسداد سياسية أصبح للأسف الشديد يعني وصلنا مرحلة الانغلاق السياسي نتيجة هذا التعنت ونتيجة الإصراض البعض عن المفاهيم التي يطرحون للأسف الشديد من المتعنت؟ سواء الكتلتين أم التحالف الثلاثي؟ يعني التعنت موجود لدى الطرفين صراحة يعني اليوم أنا أتكلم باعتباري يعني موجز ممن يريدون تشكيل هذه الحكومة أو ليس ممن يقول مثل حكومة أغلبية وطنية أو توافقية وجوده بالإطار وجود لهذا العنوان تعرف جنابك الكريم أن الإطار تنسيقي موجود قبل حتى إجراء الانتخابات أيام بس شهاد الشهدين قادة النصر رضوان الله على الرحيم مم الطاهرة شكله هذا الإطار وكان هذا الإطار تنظوي عليه أو تحت مظلة هذا الإطار كل الأحزاب والمكونات الشرعية هي تحت هذا بما فيهم التيار صدر قبل أن يعلق عضويته نعم بعد انسحابه من الانتخابات مزيد فبالنتيجة اليوم أنا من أتكلم باعتباري عضو فيه تيار أكما أتكلم بأريحية إنه أنا مو جزء هذا اللي يتحمل حقيقة الأمر الطرفين سواء التحالف الثلاثي أو الإطار التنسيقي ولعله تكون الحمد الأكبر على التحالف الثلاثي باعتبار اليوم أن التحالف الثلاثي يمتلك الأريحية ودري على ذلك أنه مرر هذا القرار بأريحية كاملة